وفي أخبار الفضاء اكتشف علماء في وكالة الفضاء الأمريكية ناسا كوكبا خارج المجموعة الشمسية مع إمكانية وجود غلاف جويا غنيا بالهيدروجين وسطح مغطى بالمحيطات K-18-2B وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية تبلغ كتلته ثمانية أضعاف فاصل ستة لكتلة الأرض وقالت ناسا إن وجود جزيئات حاملة للكربون بما في ذلك الميثان وثاني أكسيد الكربون كان مثيرا للاهتمام حيث اعتقد بعض علماء الفلك أن هذه العوالم بيئات واعدة للبحث عن أدلة على الحياة